السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا يا محمد وعلى آله وأصحابيه أجمعين يا صباح الخير والتفائل ورحت البال إن شاء الله النهاردة هنيعمل الغريبة الغريبة من الحاجات اللي طعمها فعلا حلوة ونفس الوقت بتتعملت بسرعة جدا ومقدرها سهلة أو ببسيطة ونفس الوقت بتتبعها غالية أوي فإن شاء الله النهاردة وانت بتتفرجي كده على الفيديو هتشوفي قد إيه هي طريقتها سهلة ومقدرها أبسط بكتير ونفس الوقت هحطلك مكون هيخلي طعمها زي الجاهز بالزبط وقد إيه نعمة وقد إيه طعمها حل وإن شاء الله الطريقة تطلع سهلة معاكم وتعجبكم بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة أنا معايا دي المقادير كبايتين من الديق كباية السمنة نصف كباية السكر حبة تزودي زودي كل المقادير أنا هشتغل النهاردة على كبايتين من الديق وكباية السمنة ونصف كباية السكر البودر يعني كبايتين كباية نصف كباية يبقى تنين واحد نصف هي دي كل المقادير هي دي مقادير الغريبة أول حاجة أهم خطوة ولازمة بتعرفيها السمنة بتاعة الغريبة لازمة تبقى خرجها من التلاجة حتى لو السمنة سايحة معاك حطيها في التلاجة لحد ما تتماسك وتجمل كده وتبقى ساقع معاك واشتغلي بيها الخطوة دي مهمة جدا علشان لما نيجي نضرب السمنة تبقى معاك كريمي يبقى السمنة خرجها من التلاجة يبقى دي كباية سمنة على يدته وحطيتها في التلاجة حب بقى تدربي بالمضرب اليدوي عادي عايزة تدربي بالمضرب القهارباي عادي حب تدربيها زي زمان أمهات لكب بتعملها بإإديها هتطلع أحلى كمان حاجة زمان لا يؤ mole عليها كانوا كل حاجة بيعملوها بإدهم بس كانوا بيعملوه الحاجة بمزاج براحة كده وبيعملوها كده بحب وبيعملوها كده برواءان كانت الحاجة بتطلع معاهم حلوة قوي النهاردة بقى احنا الوقتي في الحديث هنضربها بالمضرب الكهربائي لازمة لما نضربها طبعا السمنة معاية كدس صفرة السمنة دي هفضل اضرب فيها كده من ديال 3 دقايق لحد ما هتلاقي اللون بتاع السمنة بيض معاية شايفها؟ علشان كمان هي سقعة هتديكي قوايم كريمي كده ونفس الوقت هتلاقي اللون الأصفر بها أبيض الخطوة دي مهمة جدا السمنة سقعة واضربها لحد ما تبيض وبعد كده بضيف لها نصر كباية السكر البودر السكر لازمة يكون منخول وبعد كده بحط لهم زرف من الفانيليا وبرجع اضربهم تاني يجي 3 دقايق كده علشان خاطر اخلي السكر واللي السمنة يبقوا معا بعد كده ويديني الكوام برضو كريمي قدي ايه هي مقدرها بسيطة بس سر الغريبة في السنعة بتاعتها لو تبيحت الخطوات هتطلع معاك غريبة بجد طعمها حلوة قوي وانا دوت اللي برة ودوت اللي انا عامليها بصراحة اللي تتعمليها أحلى بكتير أحلى من برة بكتير ويا سلام بقى لو السمنة كمان بلدي يا سلام بتبقى حاجة هيلة هتديك الطعم بقى فعلا وريحة زمان شايفة دربت السمنة والسكر والمالينيا مع بعض شايفة القوام بقى أبيض ازاي وكريمي هو ده المطلوب واللي احنا عايزينه بعد كده بيحطي كوبايتين من الديق الديق طبعا لازم يكون ديق الكحك والباسكوت أو دقيق فاخر علشان يديك النتيجة هايلة لو عملت بالديق العادي هيعملك عرق ويحة طبعا مش عايزين كده فلازم يكون الديق بتاع الكحك والباسكوت مقصص ليه ايه بقى الطعم اللي هيديني زي الجاهز واحلى اللبن البودر دول معلقتين كبار من اللبن البودر دي فيهم على الدقيق هيديك الطعم فعلا احلى من البرة او زي المحلات بالزبط وبقلب بقى كده معاهم كده رشة مرح بسيطة قوي وبعد كده بضرب الدقيق مع اللبن البودر قلبهم كويس كده وبعد كده بجيب المنخل وانخلهم كده وانا بنزلهم كده على السمنة والسكر حركة النخل دي برضو بتبقى مهمة جدا بتخلي الحاجة هشة معاك وكمان بتبقى حلوة قوي وبعد كده خلاص بقى كده خلاص هلمي بقى العجينة وتفضل معها كده طبعا للوقت المضرب ماينفحش ولا اي حاجة لازم ان نعملها بايدينة هتلميها بايدك بالشكل ده كده لحد كل ما يتجنس مع بعض وتديكي عجينة نعمة جدا الوقت هوريكي العجينة تبقى شكلها عامل ازاي بالشكل ده كده قدي ايه الغريبة من الحاجات السهلة قوي وكمان بتعملها على طول يعني دي عايز اقول لك سهلة قوي بصي انا خلاص عجينتها ولميت كل الحاجة مع بعضيها وبعد كده بحطها في التلاجة نص ساعة وبعد كده برجع اشكلها عايز اوريكي بقى حتة من العجينة كده قدي ايه هي حلوة وقدي ايه جميلة وما بتشققش شايفة حط ايديك عليها كده شايفة الجوانب مش هتلاقي شقاقت معاك ولا نشفة ولا اي حاجة العجينة ممتازة والمقدير مزبوطة ان شاء الله ومعايا الصينية والصينية برضو ما تدهينيش حاجة حطي على طول شايفة العجينة في ايدي ماشاء الله بجد جميلة جدا نعمة وبشناشفة ولا بتشقق حلوة قوي هنبدأ بقى الوقت ان نعملها كور بقى كده والروسها جنب بعض في الصينية والصينية ما تدهينيش ولا حاجة بالشكل ده كده والاحسن نعملها كور صغيرة عشان تبقى شبهة بتاعت بره وليه دفنا اللبن البودر ينفع حط اللبن للحليب ماينفحش خالص هي لازم لبن البودر علشان خطر الغريبة من الحاجات اللي ما بتحطلهاش اي سويل علشان كده دايما العجينة بتاعتها بتبقى نعمة جدا وحلوة او لان ما بتحطلهاش اي سويل يبقى اللبن للحليب ماينفحش خالص هو بدال اللبن للحليب بنحط اللبن للبودر لان الغريبة بتبقى كلها كده حاجات مع بعضيها ما بتحطلهاش اي سويل وطبعا السنية اللي انا بشكل عليها مش مدهولة خالص وعملها كور كده وبين كل كورة وكورة يسيب لها مسافة علشان في السواء كده تاخد راحية اللي هي بتاخد ايه رسمة يعني بتفرش حاجة بسيطة قوي يعني مش بتفرش يعني بصي بتاخد وضعها كده في السنية بالشكل ده كده احبى بقى تحطي اللولي ده ده اللي جبامي عنده السلزمات الحلواني عادي خالص عايزة تحطي فزدو براحتك عايزة تحطي سوداني برضو براحتك المتوفرة عندك حطيه مش عايزة تحطي حاجة خالص ما تحطيش اللي انت عايزاه انا طبعا عندي اللولي حطيته وبرضو هحطي برضو شوي السوداني انا بعد ما حطيت واحدة رحت اقولت ايه احطي تلاتة جنب بعض وبعد كده عملت كده اتنين جنب بعض وبعد كده حطيك كده قدام كده زي شبه المسلس لقيت شكلها لزيز قوي يعني احنا نختلف على الاخرون يعني مش لازم يعني نحط لها واحدة بس لا احنا زودنا كمان يعني انا عملتها بصي هتلاقي تلاتة هنا وتلاتة كده بالطول براحتك خالص التزوي ده حسب راحتك وكم واحدة برض السبطوم كده هتطلع عليها سوداني عايز هيك يتبسطي الامور عليك خالص بش لازم اللولي وبش لازم الفزق والحاجات الغالية في بعض الناس بتيجي تحطها تقولك لا لا ما عنديش اللولي ما عنديش الفزق بترداش تعمل الوصفة عادي خالص ممكن ما تحطيش حاجة خالص وممكن تحطي اي حاجة عندك وممكن تحطي سوداني بصتي على نفسك والامور هتلاقي العملية سهلة او اهم حاجة بقى في مرحلة التسوية عند الفرن كانت سخنة اولا يعني كنت مسخانة الفرن ولا بشكل وبعد كده بتهدي الفرن بيبقى على مية وخمسية وتحطها على الرفة الوسطاني هتاخد بالزبط عشر دقايق حتى لو لقيت الوش بتاعها ابيض ومش اصفر الحاجات دي هي برضو استاوت طلعيها عشر دقايق بالزبط في الفرن وعن الرفة الوسطاني وعن درجة حرارة مية وخمسية اما كان الفرن كمان سخن معايا هتطلع معاك علشان كده احنا سميناها غريبة العشر دقايق لنا بتقعد عشر دقايق في الفرن هتطلع معاك جاهزة وديك شايفة حاجات سهلة جدا ولو مقترها بسيطة ونفس الوقت بتتبعها بره غالية قوي وفري على نفسك وعملي الحاجة في البيت انت الكذبانة وهتوفري فلوس قدي كده وكمان جوزك وولادك هيبقى راجين عنك ايك انت كمان بتوفري لهم شايفة قدي شكلها حل وقدي ايه ملمسها نعم بجد الغريبة لو جربتيها هتطلع معاك فعلا حلوة قوي ولا بتشقق ولا نشفة ولا اي حاجة وكل سنة وانتو طيبين شكرا